كما أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية جاء ذلك خلال لقائه سكرتير عام رابطة صدق البرلمانية اليابانية المصرية كانجو يامادا وعدد من أعضاء رابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ذلك على همش مشاركته في الاجتماع الوزرية للتكات في توكيو حيث اعتبر عبد العاطي أن تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات من جانبه أعرب يامادا عن تقدير بلده لدور مصر الهام في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة كما عقد وزير الخارجية غداء عمل لمجلس الأعمال للمصري الياباني